وَاَعْتَصِنُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَالْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا وجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله هل أعتقت رقبتك من النار أرجو إجابة لهذا السؤال اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ووالديهم اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب زوجاتنا وأولادنا وبناتنا اللهم أعتقنا جميعا من النار يا حي قيوم إخوتي أنا أحبكم في الله القرآن حياتنا إذا رأيت زوال الممالك أو رأيت نيل الممالك أو رأيت نزول المهالك أو رأيت دفع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم أيها الإخوة الله جل جلاله وزع الأرزاق وكما قلت قبل ذلك توحيد الرزاق أن الله زجل هو الذي يرزق وهو الذي يقسم الرزق ولكن دائما الإنسان معترض ابن القيم قال كده ولكن لا يوجد أحد إلا وداخله ومن باطنه اعتراض قل أو كسر هذا حقيقة واقعة ولذلك لما نزلت الرسالة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله 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 yهود فزعوا تخضوا قالوا لا ازاي نبي هم متعودين بقى من ايام سيدنا ابراهيم رزق سيدنا ابراهيم اسحاق واسماعيل اسماعيل بقى في العرب واسحاق في اليهود فبقى كانت كل النبوات في سلسلة اسحاق اول نبي بعد سيدنا ابراهيم بقى في سلسلة العرب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاليهود اعترضوا وكانوا منتظرين اظلنا زمن نبي مستنيين نبي ففوجئوا ان النبي طلع مش من عندهم وكان بقى من شعراء وناثرين وعباد وباحثين في الاديان ينتظرون ان يكونوا انبياء ناس كتير جدا كان كله مستني ان هو يبقى هو النبي هو النبي سيد ما راح للنبي نزلت رسالة على رجل يتيم انا اسف كان مغمورا مش معروف فقير قالوا لو لا انزل هذا القرآن القرآن تعظيم قوي يبدو فعلا انه فعلا هم بيقولوا في انفسهم كده يبدو انه فعلا كلام ربنا بس لو كان نزل على حد لو لا انزل هذا القرآن على رجل لو لا نزل هذا القرآن فقالوا ايه في انفسهم مش في انفسهم ده قالوا عالني لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ربنا جل جلال رد عليهم والكلام ده بقى هو اللي انا بقول لك احيانا بيكون لقلوبنا دواء قالوا سبحانه وتعالى اهم يقسمون رحمة ربك انتوا هتقسموا انتوا هتوزعوا انتوا هترزقوا انتوا هتختاروا ده ربنا الخالق جل جلاله هو اللي بيقسم قال سبحانه وتعالى اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون بتريحك اوي الاية دي زي مولتلك كده انك لقيتنا انسان كان مغمور وكان 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 وربنا رفعوا اعطاوا اعلا ده ربنا له في ذلك حكمة نحن لا نعلمها ربنا عليم حكيم قادر مقتدر قاهر قهار جل جلاله فلذلك لما تشوف ان ده عيلي ده وشوف ده بعد مكان لا اله الا الله وقع ونزل ازاي قدر ونسك لما تشوف الحاجات ديك تقول امنت بالله اشهد ان لا اله الا الله يرفع ويضع جل جلاله سبحانه وتعالى شو بقى الايات اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ربنا ما قالش ليتخذ الاغنياء الفقراء سخرية او ليتخذ السادة والاكابر الضعفاء والمستضعفين سخرين لا بعضهم بعضا انت مش عارف مين مسخر لمين يعني هل الغني مسخر للفقير ولا الفقير مسخر للغني يعني هل الغني مسخر انه يجري ويلهد ويتعب ويجيب فلوس عشان يدي الفقير بشغل الفقير معاه يعني مش بيدي له صدقة وانما ان الفقير ده بيشتغل بياخد فلوس من من الغني فربنا سخر الغني ده عشان يشغل الفقير ولا سخر سخر الفقير انه يخدم الغني ويعليه ليتنموا سخرين لبعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ورحمة ربك خير مما يجمع رحمة ربنا احسن بقى من الفلوس والآله تيجي كتير قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع يبقى احسن من الفلوس رحمة ربنا احسن من الفلوس انك تفرح بربنا احسن من الفلوس انك انت تبقى بتحب ربنا وبتتعامل مع ربنا جل جلاله ولولا ان يكون الناس امة واحدة امة واحدة يعني نوع واحد لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فض ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ربنا بيقول لو ربنا جل جلاله قال لي يكفر هنديلوا فلوس ونديلوا بيوت وقصور ونديلوا سلطة كان الناس كلهم كفروا ولو لان يكون الناس امة واحدة لجعلنا كان الناس كلهم كفروا واختاروا الدنيا فتنة بيسحة قال لي ولبيوتهم ابوابا وصررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاعوا الحياة الدنيا التدبر خلي بالك الحتة المهمة دي ان ربنا ذكر في الدنيا تفاصيل لبيوتهم ابواب وسرر ومعارج وتفاصيل وفي وفي الاخرة مجمل ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها تكون وزخرفا وان كل ذلك لما متاعوا الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين ما قالش تفاصيل الاخرة لان تفاصيلها اعظم من ان تذكر اعظم من ان تذكر قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مؤتدون خلي بالك مركز ومن يعش عن ذكر الرحمن العشا تشوش الرؤية ربنا سبحانه وتعالى قال في في اخر سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى في اخر سورة الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يوم اذي للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري الذين كانت اعينهم ايه في غطاء عن ذكري هنا ومن 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 يعش عن ذكر الرحمن هي دي اعينهم في غطاء يعني في عشا مش شايف ذكر ربنا بيتشاف اه ذكر ربنا بيتشاف رؤيا اتعلم الذكر رؤيا عشان كده اللي يعش عن ذكري الرحمن ان يبقى مش شايف ذكر ربنا هو حياته وقوته اللي مش شايف ذكر ربنا سبح وزاد وزواده اللي ذكر ربنا ما خلهش بصرته تنور وقلبه ينور ويبقى نور ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا كانوا بيقولها في امثال العرب اعطي اخاك تمرة فان لم يقبلها فاعطه جمرة يبقى اللي ما يبقاش ذكر ربنا نور وتبقى شطان ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطان فهو له قرين لا زئ فيه وانهم القرين ده يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون هي دي الاشكال الكبير انه هو يصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون ويفكر هي دي الاشكال كتير قلتلك انك تبقى مش شايف مشكلة بس اكبر منها انك تشوف غلط انك تبقى مش سامن ما بتسمعش مشكلة لكن الأخطر أنك تسمع غلط أنك مش فاهم دي مشكلة لكن الأكبر منها أنك تفهم غلط هي دي يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون مشكلة كبيرة أن يظن هذا الضال أنه مهتد ثم في قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون طبيعة المصريين لما سيدنا موسى قبلهم الآيات هذو يهزروا يضحكوا يقولوا عليها نكت يألفوا عليها يغضوها تهريج وضحك طبيعة في هؤلاء الناس إذا هم منها يضحكون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اللهم اجعلنا من المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اختر صاحبك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو كله هيجي عاز بعض يوم الإقيامة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى فاختر صديقا تقيا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي نأي أنت بتصاحب مين وتتعرف على مين عشان ما يجيش يبقوا أعدائهم القيامة النصيحة في اليومين دولي اللي احنا عايشينهم حجم علاقاتك حجم عرفك حجم ارتباطاتك حجم شغلك اجعل رضا الله هو أمك ثم يقول الله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون إذن الجوزي بيقول على الآية دي إيه أكبر عذاب أهل النار جهلهم بالمعذب لو علموا ما لمالك هنالك ما قالوا يا مالك يقولوا يا مالك ليقدر يقول له ربنا يموتنا ومالك يملك إيه ده عبد زيه زيه قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك عشان كده إيه قال إيه حديث بس مش من الحديث الصحيحة يعني أن أهل النار ينادون مالك ألف سنة ثم ولا يلتفت إليهم ثم يقولوا كلمة واحدة دون أن يلتفت إنكم ماكسون كأنه بل أجدوش أنتم مش تخرجوا خلاص إنكم ماكسون أنتم عادين ثم يأتي معنا قول الله عز وجل في قصة سيدنا موسى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون سيدنا موسى لما فرعون قال لا أقطع عنا ولا أفع هعذب وعمل 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 سيدنا موسى قد قومه وطلع جري يهرب هو وكل المؤمنين بيه والإتناشر قبيلة كله بيجري لحد ما فجأة لقوا قدامهم البحر ووراهم فرعون وجنوده بيجر وراه قال أصحاب موسى إن لو ادركون قال كلا إن معي يا ربي سيهدين قل نضرب بعصاك على البحر ربنا قال له اضرب البحر ضرب البحر انفلق فكان كل فرق كالتوضي العظيم بقى الموج بيهدر كده وموج بيهدر كده وفي وقف المية وقفة وقفة كده وقفة كده وفي الوسط طريق جري سيدنا موسى دخل هو وأصحابه في هذا الطريق جري 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 حد ما عدوا الناحية التانية وفرعون وراهم فسيدنا موسى التفت بالعصايا وبيضرب البحر عشان يقوله ضموا ضم عليهم ضم عليهم خلاص احنا عدانا فربنا بيقوله واترك البحر رهود مالكش دعوة ما تنشغلش بالناس شكده رب يصحوا تعالى قال لسيدنا لوط ولا يلتفت منكم احد ما تلتفتش الى الهالكين لا تلتفت قال لسيدنا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم انت اعمل اللي عليك وربنا نجاك لا تلتفت لا تلتفت ما تنساش الجملة دي وحبكم في الله والسلام عليكم واعتصنوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم ألف بين قلوبكم اشتركوا في القناة